6 ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر كان الرئيس السيسي قد وصل الدوحة وكان في استقباله الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب أميد دولة قطر وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وذلك في دوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 إعلانا ختاميا يحث على خفض سريع لإنبعاثات الغذات الدفئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار بدرجة ونصف درجة مأوية وأقر الإعلان الختامي بالإجماع بعد يوم من مفاوضات مكثفة صندوقا مخصصا للخسائر والأضرار ومن جانبه أعلن وزير الخارجية رئيس مؤتمر مناخ سامح شكري انتهاء مؤتمر كوب 27 بالاتفاق على توميل الدول النامية لمواجهة التدعيات السلبية المرتبطة بتغير مناخ وأضاف شكري أن كوب 27 يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتفي بقرارات تقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى لتكريس أهمية التنفيذ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وصبر التعامل مع موسم السيولة وخلال اجتماعي معدد من الوزراء والمسؤولين أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الخطة الإستراتيجية للتحويل محطات معالجة الصرف الصحي لمحطات معالجة ثنائية مطورة أو معالجة ثلاثية وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه تبادلت روسيا وأوكرانيا من جديد الاتهام بقصف محطة ذبورجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها موسكو بجنوب أوكرانيا ومن جانبه اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل جروسي أن القصف كان متعمدا تماما ومحدد الهدف وصفا الوضع بأنه خطير للغاية وقالت وزارة الدفاع الروسية أن كييف لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة في محطة ذبورجيا مشيرة إلى أن مستويات الإشاعة في المحطة لا تزال طبيعية انتقدت دول مجموعة سبع اطلق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقراط دعا يتنى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة لوقف هذه التجارب وقال وزراء خارجيات مجموعة الدول السبع أن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ودعا بيان مجموعة السبع إلى استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيد من الإجراءات المهمة أعلنت سلطات الصينية تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو ستة أشهر وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ سادس والعشرين من ما يرماضي مما يرفع إجمالية عدد الوفايات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 تصل إلى 5227 حالة وفاة وفي مايو الماضي توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في شنغهاي الصينية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالة الإصابة خلال الصيف أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية وجيوفيزيقية أن محطة الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية في جزيرة كريت بليونان على بعد 506 كيلومترات شمال مدينة مطروحة بلغت قوة 5.8 من 10 درجة رختر وأوضح بيان للمركز أن هناك اتصالات وردت للمعهد تفيد بشعور بعض المواطنين به في بعض من بودن المدلتة والقاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات ختام مجزء التاسع فاصل ومعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر